لك هل الفلفل الحامي والشطة مفيدين للجسم حتى لو في الحر ده؟ جدا الفلفل الحامي أو الشطة بس طبعا علينا أن احنا ناخدهم بالمقادير التي لا تضر قنالة هضمية المعدة أو المريء أو القنالة هضمية بواجهة عام لأنه ممكن تعمل لقرحة فيبقى أخدهم بالقدر المعتدل إيجابياتهم إيه؟ فيهم المركبات اللي بتساعد على ميوعة الدم ولذلك من ضمن التوصيات اللي الجماعة بتوعي لأنها المركزة بيقولوها أو الطب بالحالات الحارجة اللي يحس بأزمة قلبية بسرعة يقرأش كام أرس أسبريم فيها الأطفال وياخد أي حاجة حريفة تلحقوا على بل ما يوصلوا زي بالمية طبعا على بل ما يوصلوا وكذا فإحنا نستغل الفرصة ديه الله القدير لم يخلق شيء بلا قيمة ولكن لا إفراط ولا تفريد أخد بالمعدل المقبول أبقى بحافظ على ميوعة الدم أخوة في اليوم قد إيه من الشطة والفلفل الحامي قدر احتمال الفرد علشان كامنده بيزود الحرق لا مفيش حاجة في زود الحرق اللي يزود الحرق هو الحركة يا فندم حركة العضلة هي مكنة الحرق في الجسم ما كانش حد غلب حضرتك إحنا مش صح إن الحرق يعلى مش صح إنه ينزل لازم يكون مظبوط يعني الفلفل الحامي والشطة يخسسه؟ لا مفيش حاجة اسمها يخسس يعقب العالم يعطي الدم والصحة وعدم التجلط ودي بيزة ده الأهم آه ده الأهم طبعا مفيش حاجة تخش البقء اتناقصه إحنا بنهزر بنهزر طبعا السمنة أنواع كتير يا فندم البدانة أنواع كتير منها بدانة غذائية ودي اللي رايجة ومنها دوائية الناس اللي بتاخد كورتيزونات وحاجات زي كده بتحبسهمها في الجسم وفيه منها فسيولوجية وهرمونية وغيرا غيرا غيرا إنما الرائجة الغذائية البدانة الغذائية تحدث عندما يعمل الأعشاب اللي بيعملوا عنها إعلانات بتخسس أمتنع على التصويت إحنا بنهزر يا فندم ما كانش حد غلب مهارش ده بيزنس إحنا كخبراء تغذية لنعترف إطلاقا بها ذكرها إطلاقا حضرتك أي مشكلة لا تعالج إلا بزوال أسبابها البدانة الغذائية لها السببين كتر أكل وقلة نشاط لازم أصلح لتنين دول ما دورش على سكة ثالثة مفيش ريموت كنترول أو كيبورد أدوس عليها حق الأغراض ابتدين الناس عايزة تستسهل خرجت من ده للأدوية ما جابتش نتيجة الأدوية خرجت من الأدوية للجراحات إحنا بنهزر الجراحات مش معاها جراحات التخصيص أدور سؤالي الأخير أدور زي ما بيقال من أين سقطت وتوب أشوف غلطتي فين الحلقين دول الجراحات أنا أؤيدها للحالات الشازة جدا الظروفها صعبة إنما أنا قليت عقلي وكالت لقو 200-2003 زيادة عبر 30-40 سنة وكسلت وبدل ما قوم عالي وغطت التلفزيون جهب لي ريموت كنترول مشان عليها أتحرك خلاص يبقى أصلح نفسي إنما في ظروف بتبقى قهرية للناس اللي بتضطر للجراحات إنسو أوكي إنما في العادي في الأموم الغالبية العظمة لا طبعا هم بيهزروا بيدوروا في السكة الغلط الأعشاب التخصيص فيش حاجة اسمها كده غير معطرف بيها خدوا بالكو دكتور ماجد يعني ما فيش حاجة اسمها كده خالص حاجتين دول لازم أصلحهم أصبت أكل أنا مين وطولي إيه وحالتي الفيسيولوجية إيه ونمط حياتي اليومي إيه يتحدد على أساسها النظام الغذائي ثم نمط حركة ونشاط